بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ومرحباً بكم حضرات المشاهدين إلى هذه الصفحة من برنامج مفكرة الثقافة الكويتية هي امتداد للثقافة الإسلامية والعربية استناداً إلى عوامل عدة جعلت من المجتمع الكويتي مجتمعاً متفتحاً متقبلاً للثقافات المحيطة به منذ بداية الحركة الأدبية والثقافية قديماً دور الكويت الثقافي ما زال متواصلاً ومؤثراً ومترجماً من خلال مؤسسات ثقافية كويتية عريقة يشهد المجتمع بدورها على الساحة الثقافية الإسلامية والعربية دور تكلل باختيار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة مدينة الكويت لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016 ضمن برنامج عاصمة الثقافة الإسلامية التي تسند سنوياً إلى ثلاث مدن إسلامية عريقة الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية هي حالة إبداعية وحالة حركية ثقافية ممتدة على فترة طويلة في الكويت جعلت منها ساحة لنشاط ثقافي في مختلف ألوان الإبداع ما هي دلالات أن تكون الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية؟ هل الفعل الثقافي في مثل هذا التكليف مقتصراً على الإسلامي دون غيره؟ هل استطاعت الكويت تقديم نفسها كعاصمة للثقافة الإسلامية؟ أو هل يراد منها كذلك؟ هذه التساؤلات المتعلقة في اختيار الكويت كعاصمة للثقافة الإسلامية؟ وغيرها سوف تكون مجال بحثنا في هذه الحلقة من برنامج مفكرة مع ضيفنا الأستاذ محمد العسعوسي مساعد أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب لشؤون الثقافة أهلاً وسهلاً فيك أستاذ محمد أستاذ الله الخير أنا سعيد أن أكون معاك في برنامج مفكرة أهلاً وسهلاً فيك وإحنا سعيدين فيكم وفي أنشطتكم يبدو لمن يستمع إلى أن الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية أو العاصمة الفلانية أو الدولة الفلانية أنها تم اختيارها باعتبارها مختصة بالآداب الإسلامية والصنوف الثقافة المتعلقة بالأنشطة الإسلامية هل هذا هو المقصود؟ ثم من هي الجهة التي تختار الدول أو العواصم لإحياء الثقافة أو ما يسمى الثقافة الإسلامية وهل الكويت تنفرد في هذا التكليف في هذه السنة؟ يعني حقيقة جذور الاحتفال بالكويت كعاصمة للثقافة الإسلامية تأتي من اجتماع وزراء الثقافة في دول العالم الإسلامي تحت منظمة الأسسكو التي أقرت بأن في العام 2016 أفعا الأسسكو التي هي المنظمة المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم بأن تكون الكويت في العام 2016 هي عاصمة الثقافة الإسلامية خليني أرجع للسؤال الأخير إذا كانت الكويت هي تنفرد في هذا المسمى نظام المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم يضع ثلاث عواصم في ثلاث أقاليم مختلفة الأقليم الأفريقي والأقليم الآسيوي والأقليم العربي الكويت تمثل الأقليم العربي كعاصمة كعاصمة ومالي في المالديف تمثل الأقليم الآسيوي خلال العام 2016 كل هذه العواصم تحتفي باختيار أحد المدن فيها لأن تكون عاصمة للثقافة الإسلامية في العام 2016 الكويت الحقيقة بالنظر إلى تاريخها الثقافي الطويل وأداءها المميز في مجال الثقافة على مستوى العالم العربي اختصت في العام 2016 بأن تكون عاصمة للثقافة الإسلامية وهو تقليد يعني ينسحب على المستوى العالمي عندما وضع هذا النظام وضعته اليونسكو بأن تفرد في كل عام عاصمة من العواصم تحتفي بالثقافة وتلفت النظر إلى الحراك الثقافي في هذه الدولة لأن تكون قدرة عطاها للثقافة تلفت النظر للحكومات إلى أهمية الاهتمام في الثقافة المشاهد وحضرتك يذكر في العام 2001 مثلاً كانت الكويت عاصمة للثقافة العربية وهذا يعني جاء بتنظيم من الألسكو اللي هي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اللي هي الجناحة الثانية في المنظمة العربية والمنظمة الإسلامية الإسلامية وفي المنظمة العالمية اللي هي اليونسكو فبالتالي هذا التقليد ومثلتين تابعين اليونسكو بالضبط بالضبط يعني فبالتالي هذا التقليد وضع واستمر والآن في كل سنة يعني تسمى أحد العواصم لأن تكون مرة عاصمة للثقافة العربية مرة تكون عاصمة للثقافة الإسلامية ومرة تكون عاصمة ثقافية عالمية الاختيار هل بناء على مدلولات معينة ومعايير معينة أم هي دورية يعني اليوم في الإقليم العربي الكويت ربما السنالياية عاصمة أخرى ويأخذونها بالدور بالقصص ولا هناك معايير تطبقها الأسسكو تطبقها اليونسكو هي دورية حقيقة ولكن هناك بعض الاشتراطات بعض الضوابط لهذا الموضوع تلتزم في الدولة بشكل الاحتفالية بنموذج الاحتفالية بأيضا قدرة هذه الدولة على خدمة الحراكة الثقافية في مكانها بشكل مميز يعني يعطي زخم لهذه الاحتفالية أيضا محاولة للفت الأنظار على المستوى الإسلامي إذا كنا نتحدث عن عاصمة الثقافة الإسلامية إلى هذا الموقع باعتباره مركز الاحتفال فيه نتيجة لجهوده ونتيجة لعطاءاته في مجال العمل الثقافي الكون يعني مثل ما تفضلت براز أو الاحتفال بالثقافة في الدول الإسلامية إذن إذن أنت مقعد تبرز منتوجات ثقافية بمعنى الشعر أيام مثلا عصور الإسلام السابقة والأدب ومختلف أنواع الفنون أنت قعد تبرز المنتوج الثقافي للدولة المنتمية للعالم الإسلامي هذا صحيح طيب هل يعني إش كثر يوصل هذا للآخرين خاصة الأجانب يعني أو العواصم الأجنبية أو المثقفين الأجانب هل نحن نخاطب أنفسنا كمسلمين أنه والله كالعاصمة تعرض ما عندها كونها بس إسلامية لا أنا خلينا أأكد على قضية مهمة هذه أن هذه الاحتفالية هي ليست يعني دينية المضامين ولا دينية المعطيات هي الاحتفاء بهذا البلد أو بهذه المنطقة الجغرافية بثقافة الشاملة طبعا ثقافة الشاملة باعتبارها تنتمي إلى هذا الإقليم اللي هو إقليم العالم الإسلامي إذا جاز التعبير فبالتالي هذه مناسبة للاحتفاء بثقافة هذا البلد وبعطاءاتها الثقافية لذلك مثلا في الكويت لقيتنا منفتحين على ثقافات متعددة كان في إبراز لبعض المحطات المضيئة في التاريخ الإسلامي سواء في الثقافة الإسلامية في الاقتصاد الإسلامي في محطات محددة كان هناك إبراز لها ولدورها لكن النشاط الثقافي في مجملة كان هو النشاط الثقافي اللي تمارسها دولة الكويت بكل معطياتها بكل انتماءاتها على سبيل المثال كانت هذه الاحتفالية مركز للاحتفاء على المستوى الرسمي من خلال الجهات الرسمية بالدولة القطاع الخاص مؤسسات المجتمع المدني أيضا يعني جمعيات النفع العام اللي أسمت وبشكل فاعل في خدمة هذه الاحتفالية باعتبار هذا المشروع مشروع وطني وليس مشروع يختص في المجلس الوطني للثقافة والفن الأداب باعتبار رأس الهرم الثقافي في دولة الكويت نعم لفت انتباهي حديثك قبل شوية القول بان والكويت بما تقف عليه وانا يمكن ذكرت حتى في المقدمة من مخزون في النشاط الثقافي في من ينظر او يرى بان الثقافة اللي عندنا ومنافذ الثقافة اصبحت مقيدة بسبب التزمت وبسبب القيود المختلفة الرقابية وغيرها بما انك المعني والمسؤول في الجهة اللي قائمة على الثقافة هل ما تشوف ان الكلام مال ان الثقافة خنقت كلام قد يكون غير سليم يعني اش كثر عندنا مساحة النشاط الثقافي على مدى العام في الكويت يعني انا اعتقد هذه العلاقة بين مد وجزر احيانا يعني يمكن المتتبع للواقع الثقافي في دولة الكويت يعني تماما بان الواقع الثقافي مر بمراحل فيها كثير من الانطلاق وكثير من التطور في فترة السبعينات على سبيل المثال ثم تراجع دوره في فترة محددة اليوم نتحدث عن انطلاقه اي فترة محددة للتسعينات؟ فترة الثمانينات الى التسعينات يعني في لها طبعا ظروفها ظروف الغزو العراقي الغاشم ظروف ايضا نشاط المد الديني في دولة الكويت في مرحلة محددة اليوم تستعيد الجهات الرسمية في الدولة والتي تعمل في مجال العمل الثقافي الى جانب مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص تستعيد دورها مجددا وتنطلق على سبيل المثال في هذه الاحتفالية الاحتفال بالكويت كعاصمة للثقافة الاسلامية قدمنا اكثر من ثمانمائة نشاط خلال فترة 365 يوم ثمانمائة نشاط متعلق بالكويت بغض النظر عن متعلق بمختلف اشكال الفكر ايه مش محلية طابع في طابع استضفنا اسابيع ثقافية كثيرة قدمنا اسابيع ثقافية وايام ثقافية كويتية في الخارج بشكل كبير استضفنا عروض من مختلف انحاء العالم قدمنا مجموعة من المؤتمرات اللي لها علاقة في الجانب الثقافي الكثير من الندوات الامسيات الشعرية بمعنى غطينا مختلف قوالب العمل الثقافي بنشاط تم ملاحظته من خلال مختلف الشرائح في دولة الكويت وايضا تم الإشادة فيه على المستوى المحلي والعربي وايضا الاسلامي في اجتماعاتنا المختلفة في لقاءاتنا المختلفة سواء في المؤتمرات او في المنتديات الثقافية يدرج من ضمنه مثلا ايضا افتتاح مركز جابر الاحمد الثقافي الشيخ جابر رحمة الله عليه هل يدرج هذا من ضمن انشطة الكويت ومنسجاتها الثقافية على أقل كبنية تعتين نعم هذا واحد من اهم المنطلقات اللي ننطلق فيها في هذه الاحتفالية قسمت هذه المنطلقات الى ثلاثة اقسام جزء اساسي منها مشاريع البنى التحتية الجزء الاخر المشاريع الثقافية والجزء الثالث اللي اكثر ظهورا واكثر تداولا اللي هو النشاط الثقافي عندنا قناعة بان النشاط الثقافي عادة ينقضي بانقضاء النشاط لكن المشروع الثقافي هو يبدأ في هذه المرحلة ويستمر في عطاءاته ومثال ذلك الاصدارات الثقافية اللي بدأتها الكويت يمكن مبكرا ولا زالت يعني تعطي ثمارها وتعطيه كلها العربي وعالم المعرفة وثقافة العالمية وعالم الفكر كلها مشاريع بدأت يمكن في اوائل السبعينات ولا زالت يعني العربي يمكن اوخل في الخمسينات في الثمانية وخمسين كانت نعم المشاريع البنى التحتية ايضا مشاريع يعني على جانب كبير من الاهمية وترسي قواعد اهتمام الدولة بالعمل الثقافي وهو اهتمام يعني كبير جدا ويأتي من رأس الهرم السياسي في دولة الكويت حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اللي كان عنده رغبة سامية بوضع مركز ثقافي كبير مثل مركز المغفور لجابر الأحمد الثقافي واللي يعتبر مفخرة اليوم وعادة ثقة لكثير من اهل الكويت بانه لازال هذا الاهتمام بالعامل الثقافي في دولة الكويت باعتبار من رأس الهرم يعني وهذا مهم هل تتابع اليونسكو والأسيسكو الأنشطة الثقافية على مدار العام علشان تقيم مدى أداء هذه الدولة اللي كلفت يعني عندنا وفي المالديف وفي فري تاون على الأقل في دولة الكويت كان هناك متابعة حثيثة الحقيقة ويمكن زارنا للاستاذ عبد العيزة ويجري في بداية هذه الاحتفالية وفي تواصل مستمر مع المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم للأسيسكو اللي الحقيقة يعني أبدت يعني انطباعات عالية تجاه ما تقدم الكويت للثقافة وتجاه هذا النشاط الثقافي العريض اللي ما سبق أن تم تقديمه في عواصم الثقافة الإسلامية المختلفة التي سبقت يذكرون بأن الكويت وضعت سقف عالي الحقيقة لمن سيأتي بعدها من الدول في تعاملها مع هذا الحدث باعتبارها حدث يلفت الأنظار إلى أهمية الثقافة كمكون أساسي من مكونات المجتمع إش كذر حضوره مساهمة مو مساهمة حضوره متابعة الجاليات مثلا الأجنبية عندنا بالكويت لي الأنشطة الثقافية اللي قاعدة تقدمه هل نهتم بلغتهم وهل نهتم بأن نوصلها لهم بالطرق والأدوات اللي هم يفهمونها يعني واحد أستاذ يوسف واحد من أهم المقررات اللي صدرت عن لجنة التخطيط والإشراف والتنفيذ برئاسة معالي وزير الإعلام وزير دولة الشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والثم الأداب بأن تصدر جميع الإصدارات بلغات الثلاث بمعنى اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية فبالتالي كان فيه تواصل كبير مع هذه الجاليات من خلال إصداراتنا ومن خلال التعامل اليومي مع هذه الاحتفالية أيضا استقطاب بعض العروض العالمية التي تقدم عروضها في دولة الكويت بالتأكيد استقطاب الكثير من جاليات هذه الدول وتعرفوا عن كثب عن فلسفة الاحتفالية وكيفية الاستفادة منها والتأكيد بأن هذه الاحتفالية ليست حدث محلي أو إقليمي ينحصر بالمتحدثين في اللغة العربية وإنما هو حدث مقدم للإنسانية بشكل كامل نعم رح أواصل إياك الحوار الشيق حول هذا الموضوع حضرات المشاهدين فاصل ونستكمل حوارنا للكويت عاصمة للثقافة الإسلامية تابعونا رجال اختيار دولة الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية وأكبه عمل دؤوب على المستوى الثقافي بجميع مشاربه لإبراز دور الكويت الثقافي في كل روافد الثقافة العربية والإسلامية إلى جانب تعزيز دور مؤسسات الدولة المختلفة في العمل على إبراز الوجه الحضاري للثقافة الإسلامية بجوانبها الإنسانية المشرقة والتي تكرس قيم المحبة والسلام ومفاهيم قبول الآخر والعمل على الانطلاق نحو آفاق رحبة عبر عقد حوار مفتوح مع الحضارات والثقافات الأخرى نواصل معكم حضرات المشاهدين الحوار حول الكويت حاصمة للثقافة الإسلامية في الفاصل الأول تحدث الأستاذ محمد العسعوسي حول مضمون أو مفهوم تكليف الدول في العالم الإسلامي للعاصمة الفلانية عاصمة الثقافة الإسلامية الآن استكمالاً لهذا الحديث هو استطراداً لهذا الحديث بس بجزئية متعلقة بإذا كانت الكويت بما تفضلت فيه من عرض عام للأنشطة اللي قامت فيها اللي تصل حوالي 800 نشاط على مدى العام وهذا طبعاً تشكرون عليه ونشاط مقدر معنى هذا أنه مو مثل ما قاعد يقال بأن منتوج الثقافي في الكويت مخنوق أو معطل لكن ألا ترى كمشتغل في مجال إدارة نشاط الثقافي في الكويت هناك عوائق، هناك عقبات، هناك ما يعني يحول دون إمكانية تطلاق ربما التفكير أوسع عندكم في مجال الثقافة دعنا نتفق أبو خالد أن كل العمل ناتج عن نشاط إنساني في معوقات في بعض العقبات التي تحول بينه وبين وصول هذا العمل إلى الآخرين لكن هي معوقات بالحد المقبول واللي بالإمكان التعامل معه حقيقة لو ما كان في هذا الهامش الكبير للحركة ما كان أنجزنا هذا الرقم من النشاط الثقافي في دولة الكويت إذا كنا نتكلم عن نوع النشاط المتاح أو المعروض هناك أيضا بعض المحددات التي نتحرك في إطارها والتي نستطيع أن نقدم فيها ما أقول اللي لب طموحنا لكن على الأقل هو أحد يمثل مختلف قوالب العمل الثقافي في مجالات كبيرة من الإبداع تتم من خلال شبابنا في مجال المسرح في مجال السينما في مجال الأدب هناك مجال كبير للحركة الحقيقة وفيه هناك أيضا تفوق لدولة الكويت في المنتديات الخارجية بتحقيق جوائز وبتحقيق تميز في مواقع مختلفة هذا أندل على شيء فإنما يدل على هذا المتسع من الحرية اللي يمارس فيها الإبداع هو إبداع نسبي لكن هو أكثر من المقبول وقل من الطموح ما هي أبرز إذا تقدر يعني تكلم فيها المعوقات اللي قد تحد من المزيد من الإبداع في الكويت الحقيقة في جانب من المعوقات فيها جوانب إدارية يعني تشابك الاختصاصات مع جهات مختلفة الحقيقة يعني أيضا بعض الضوابط اللي موجودة واللي اللي انتحرك ضمنها مثل ما تعرف يعني احنا بالنهاية دولة قانون في بعض القوانين اللي تحد من مجالات الحركة على سبيل المثال في مجال النشر مجال عرض الكتب مثلا يعني نحن انتهينا قبل فترة من معرض الكتاب اللي يعتبر فيه الكويت من أوائل الدول وأقدم معارض الكتب هناك ما يعاب بأن هامش الحرية للكتاب وقضية المنع تأخذ أو تحتل جانب المنع المصادران لكن بالنهاية نحن نعمل تحت مضلة هذا القانون القانون اللي موجود فبالتالي ما تقدر تتخطى هذا القانون الموجود إلا إذا يعني تغير هذا القانون هذه بعض الناس تعتبرها نوع من المحددات للإبداع الإنساني لكن في مجالات كثيرة الإبداع الإنساني مفتوح وبالإمكان تقديم عطاءاته وبالإمكان تقديم إبداعات الكثير من الكتاب والمسرحيين والسينمائيين وكتاب الأغنية وفي مجال الآثار في مجال المكتبات العامة في مجالات مختلفة الحقيقة في أداء فاعل وفي أيضا تفاعل كبير من قبل الجمهور ولسيما في الأنشطة التي تستهوي الجمهور كالأنشطة الموسيقية والمسرحية اللي فيها تفاعل مباشر مع الجمهور مع الجمهور فيما يتعلق في موضوع المنع والمصادرة وخاصة المطبوعات وخاصة الكتب وخاصة معارض الكتب الآن في زمن العولمة وفي زمن الانفجار المعلوماتي وفي زمن ثورة الاتصالات والتكنولوجيا الهواتف المحمولة يعني هل بس أنا لا تكلم إياك كمسؤول تكلم إياك كمعني أو مشتغل أو منشغل بالثقافة هل موضوع المنع والمصادرة أصبح له متوجب لأن الناس رح تقدر توصل إلى ما هو ممنوع أو محجوب خلينا أعكس السؤال أنا هل الشكوى من المنع في ظل هذا الانفتاح الكبير في وسائل التواصل وفي وسائل التكنولوجيا المعلومات مبرر الشكوى من المنع إذا كان من الإمكان؟ هذه الشكوى هي ليست شكوى بقدر ما هي استغراب لدى البعض من أنه عندما تمنع أي دولة ما نتكلم عن بس الكويت تمنع أي دولة أي إصدار هذا الإصدار موجود أصلا يعني هي مو شكوى مو أنه منعتونا وإحنا ما نقدر نوصلها لا يقدر يوصل لا يسافر بعد يروح بيروت ولا يروح يمكر ويقتني الكتاب صحيح لكن أنا أرجع للنقطة الأساسية بأن الكويت دولة قانون وتعمل تحت مظلة القانون الموجود والقانون يفرض بأنه يتم إجازة الكتاب من خلال لجان محددة وهذه تقوم بفعل إنسان هل هي وفق للقانون أو أحيانا تخضع للضغوط وتخضع للضغوط الاجتماعية والمناشدات في بعض الأحيان؟ يعني هي طبيعة طبعا طبيعة هذا المجتمع الحقيقة اللي فيه القانونية العبدور الضغوط اللي تفضلت فيها تلعب دور كبير أيضا ما في خط واضح بما هو ما بين ما هو مقبول أو ما هو يتعارض مع العادات والتقاليد والمحددات الكثيرة اللي إحنا فرضناها كمجتمع على نفسنا بس أنا اللي أقوله أن هناك مئات الآلاف من الكتب متاحة الحديث دائما يتم عن أعداد يمكن لا تتجاوز أصابع الإيد الوحدة في قضايا التحفظ والمنع وهي حتى ليقوم بعملية المنع ينطلق من منطلقات منطقية كثيرة إنما يعني ذات الإلهية الرسل والصحابة ذات الأميرية وهذه يعني أعتقد نجمة عليها جميعا أكيد ما في عليها اختلاق فبالتالي المفكر أو المبدع يرغب بمساحات واسعة للانطلاق لا يؤمن بأن في محددات معينة أو محددة يجب الالتزام فيها اليوم الدور هو مثل ما تفضلت في البداية بأن هذه الكتب متاحة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تكنولوجيا المعلومات من خلال أيضا دول أخرى يمكن هذه الهوامش من الحرية مفتوحة بشكل أكبر صحيح وبالتالي ما تمنع الراغب في الإطلاع أن يحصل على ما يريد الإطلاع عليه أعود إلى موضوع التكامل أو النشاط الثقافي اللي يعني معنيين أنتم فيه في المجلس الوطني الثقافي والفنو الأداب ومدى تكاملكم مع منارات ثقافية أخرى موجودة في الكويت مثل يعني مؤسسة العربي العربي بحد ذاتها مؤسسة تاريخية وعريقة وأيضا مثلا مؤسسة البابطين الإبداع الشعري أو يعني مكتبة البابطين وجواز البابطين والأنشطة اللي تقوم فيها هذه المؤسسة العريقة أيضا الكويتية وكذلك مؤسسة الشيخ سعاد الصباح إلى أي مدى في تنسيق فيما بينكم وهذه المنارات الثقافية يعني الحقيقة إحنا أو شيء بداية نوجه تحية كبيرة إلى كل هذه المؤسسات الثقافية اللي أخذت على عاتقها أن تسهم إلى جانب الفعل الرسمي للدولة بثقافة هذا المجتمع وثقافة وإبراز يعني مواطن القوة باعتبارها مواطن القوة باعتبارها أيضا مؤمنة بالقوة الناعمة اللي تعتبر ممثلة لها هناك تقاطع كبير ما بين عمل المجلس الوطني للثقافة والفنو الأداء باعتبارها المؤسسة الرسمية للدولة المعنية بالثقافة وهذه المؤسسات الثقافية لتفضل ذكرتها وليتنتمي للقطاع الخاص هناك أيضا تقاطع وتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني كرابطة الأدباء ورابطة الاجتماعيين وجمعية الخريجين والكثير الحقيقة من جمعيات النفع العام اللي لها إسهامها الكبير في مجال العمل الثقافي في الدولة الثقافة في دولة الكويت ليست حكرا على المؤسسة الرسمية هناك كثير من المشتغلين في مجال الثقافة سواء في المشاريع الفردية أو المشاريع القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني أو حتى المؤسسات الشبه الرسمية في الدولة كمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الأبحاث كل هؤلاء يخدمون العمل الثقافي ليكتب المشهد الثقافي في دولة الكويت واللي يعتبر الحقيقة مثال يحتذا فيه في كثير من دول الخليج نقلت هذه التجارب من دولة الكويت إلى دولها وأصبحت تتعامل مع هذا الفعل وتطوره أحيانا هذا الفعل هو فعل أو فعل الثقافة هو فعل أصيل في هذا المجتمع لذلك هذا المجتمع قادر على خلق المزيد من المؤسسات وخلق نشاط ثقافي واسع يغطي هذا المجتمع بشكل جيد ويتعامل مع قضية الثقافة باعتبارها قضية أساسية مدى تجاوب المجتمع وضوابة ننفتح فيها على العالم الآخر نعم ما يتعلق برصدكم أكيد لمدى تجاوب المجتمع مع المنتوج الثقافي التي تعدون أو تحرصون على تقديمه من شتى صنوف الثقافة يعني المسرح، الموسيقى، المعارض الكتب، الندوات، المحاضرات إلى أي مدى الكويتي يتبع ويهتم وأي من الأنشطة اهتمام فيها أكثر يعني خلينا نكون واقعيين بالآونة الأخيرة صار فيه هناك يعني كثير من الاهتمام في النشاط الثقافي وصار فيه تواصل مباشر مع المجلس الوطني للثقافة والفلم الأداب بالتعليق على النشاط ومتابعته وبالتواصل معه وسائل التواصل الاجتماعي خلقت حالة من التواصل لم تكن موجودة قبل فترة من الزمن اليوم الكويتي عنده استعداد أنه يشغل سيارته وينتقل من بيته إلى المسرح للحضور عرض موسيقي معين أو عرض مسرحي معين جنبات المسارح عندنا تغص في كثير من الأحيان فيه إغبار شديد بالذات في هذه الأنشطة مثل ما ذكرت اللي تشهد تفاعل مباشر بمعنى النشاط المسرحي نشاط المسرحي نشاط الفنون التشكيلية في تزاحم على حضور المعارض أيضاً كم الأنشطة عندما يكون أو العمل الثقافي يفرض نفسه على المجتمع بعدد من الأنشطة بنوعية معينة من الأنشطة ذات سوية عالية تستقطب هذا الجمهور وتجعله يحرص على أنه يتعاطى مع الشأن الثقافي باعتباره حاجة من حاجات المجتمع بمعنى أنا ما أقدر أعيب نشاط بين قوسين سخيف وأطالب الجمهور أن يحضر عندي أنا إذا جبت نشاط بمستوى عالي بأسماء راقية بأيضاً تجارب جديدة يستطيع المتلقي أن يتفاعل معها ويتعاطى معها ويكتشف شيء لم يكن يعرفه سابقاً فبالتالي أنا أحظى بجمهور يليق بهذا النشاط ويليق بهذا الجهد الذي قدمه المجلس الوطني أي نشاط من الأنشطة الثقافية حتى يتم مشاهدها على خشبة المسرح هناك جهد جداً كبير من قبل شباب كويتيين يعملون ويصلون الليل بالنهار حتى يظهر هذا النشاط إلى الجمهور فبالتالي أصبح المتلقي في دولة الكويت وبالذات الكويتيين يقدرون عالياً هذا التفاعل من قبل المجلس الوطني بمستوى الأعمال اللي يقدمها مستوى الحدث الثقافي اللي يتعامل معاه ويخدمه بشكل جيد نعم لدي تكملة على هالنقطة هذه تحديداً ولكن بعد الفاصل حضرات المشاهدين فاصل ونستكمل حوارنا حول الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية ناهمنا تكون عاصمة للثقافة والإسلامية تابعونا رجال نواصل حضرات المشاهدين حوارنا مع الأستاذ محمد العسعوسي حول موضوع اختيار الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية طمنتني فيما يتعلق بالإقبال اللي وصفته بالشديد على المنتجات الثقافية المختلفة الشباب وين هم عن هالموضوع يعني أنا أأمل أن قطاع الشباب يعني خلنا نقول قطاع الشباب لو نقول بس على الأقل بين السبع تعش والثلاثين أأمل أنه يكون فعلا يقبل على الأنشطة الثقافية الرصينة اللي تحدثت عنها لأن الشباب قد يكون لهم اهتمامات صحيح صحيح بأخرى يعني يعني أنا أنا ودي أطمن بأن أساسا وقود العمل عندنا في مختلف الأنشطة اللي نقدمها هي الشباب لا هناك وقود العمل ما يقصروا بس أنا بالمتابعين بكل تأكيد عندما تحدث على أن وقود هذا العمل الحقيقة هم الشباب وهم اللي يمثلون تطلعات أيضا الجانب الآخر من الموضوع واللي هو المتلقي فبالتالي أنت تستقطب هؤلاء الشباب بالأعمال اللي تليق بمستوى تفكيرهم بأيضا رغباتهم بأيضا نهمهم بتجاه العمل الثقافي الحقيقة يعني من ضمن المشاهدات اللي أفرحتنا كثيرا بأن مهرجان الكويت المسرحي الأخير للحقيقة يعني الحضور اللي كان متواجد إذا قدرت أقول 98% كان هو شريحة الشباب فهو كذلك بعض الأنشطة الموسيقية اللي تم استقطابها وتم يعني عرضها خلال فترة الاحتفال بالكويت كعاصمة للثقافة وكانت على هامش مؤتمر القراءة مثلا لما استضفنا الفنان المهم مارسيل خليفة كان أيضا كل اللي موجودين واللي افترشوا أيضا أرضيات المسرح عندما غصت المقاعد كانوا كلهم من الشباب فبالتالي يعني كان في مسرح الدسمة؟ كان في مسرح عبد الحسين عبد الرضا اللي يعني يعتبر أكبر مسرح كان موجود عند المجلس الوطني قبل ما يفتتح مركز جابر الأحمد الثقافي اللي شكل فرحة لنا على المستوى الشخصي والمستوى العاملين في المجلس الوطني لأن حقيقة أن أبو خالد كان في كثير من الأنشطة نتردد باستضافتها لأنه ما في مكان يتسع الجمهور ولا في أيضا هذه المقاومات اللي تتيح استقطاب مثل هذه الأعمال كم يشيل المسرح عبد الحسين عبد الرضا؟ عبد الحسين عبد الرضا كان يشيل حوالي 800 كرسي 800 الآن عندنا في مركز جابر الأحمد 2000 كرسي في المسرح الكبير يعني ما راح يكون عندكم مشكلة باستقطاب 2000 وما يزيد؟ طبعا طبعا أضف إلى ذلك خشبة المسرح والتقنيات اللي موجودة في مركز جابر الأحمد واللي يمكن تابعها الجمهور من خلال حفل الافتتاح بأن فيه هناك تقنيات عالية جدا اليوم أصبحت متاحة وتتطلبها العروض العالمية اللي كنا نفكر بأنه نستقطبها ولكن حتى تقنيات المسرح تحد منها بدل ما كنا نجيب مثلا أوركسترة من 120 عازف كنا نقلصهم إلى 60 عازف لأنه الخشبة ما كانت تتسع اليوم عندنا مجال أن نستقطب أوركسترة عالمية نستقطب عروض بالي تنطلق بأعداد كبيرة بتقنيات مختلفة هذه الفضاءات المسرحية اللي وفرها مركز جابر الأحمد تشعرنا بكثير من الرضاة تشعرنا بكثير من الانطلاق نحو مستقبل نصبح فيه قادرين على أن نستقطب أي عرض عالمي موجود يخدم الواقع الثقافي ويخدم الحراك الثقافي في دولة الكون والأهم طبعا مثل ما تعرف يمكن يعرف الكثيرين أن الأهم من المنتوج الثقافي نفسه هو وجود الجمهور يعني وجود المتابعين إذن أنت مطمئن إلى أنك أنت قاعد تعمل كمسؤول عن الثقافة أو أحد المسؤولين عن الثقافة أنك تعمل في مجتمع مقبل على الثقافة وليس يعني محجم عنها لأن الانطباع اللي موجود أن الشباب بالذات والله مهتمين بمولات مهتمين في وسائل التواصل الاجتماعي ويعني لكن الإقبال على المنتجات الثقافية أنا أرجع أذكر أبو خالد أرجع أذكر بالنقطة اللي أثرتها أن قدم لهؤلاء الشباب ما يليق بمستوى تفكيرهم ما يليق برغبتهم بمتابعته فبالتالي الشباب يجيك لما قدم له شيء ينظر على وسائل التواصل الاجتماعي كمستوى عالي من السوية الثقافية هو يقبل على مثل هذه الأعمال أما تستخف بمستوى تفكيره وتقدم له شيء عفا عليه الزمن وأصبح من الماضي لا هو ينصرف إلى وسائل أخرى للمتابعة اليوم جهاز التليفون اللي في إيده بالإمكان أن يوصله مع أي مكان في العالم وأي عرض عالمي دون الحاجة للمؤسسة الرسمية أو مؤسسة المجتمع المدني لأن توصله لذلك لكن إذا قدمت له شيء يستحق هو يقبل هو يتابع هو يحرص بشكل كبير على أن يتواصل مع هذا العرض أو ذاك يمكن كان في عندنا تجربة في بعض المسارح بأنه وضعنا الحجز في هذا المسرح عن طريق صفحة المجلس الوطني على الشبكة العنكبوتية كان هناك تواصل كبير وحجز مبكر لمتابعة هذا العمل المستعدين يدفعون وفي استعداد يدفع لكننا في المجلس الوطني لا زلنا نقدم كل هذه الأنشطة دون مقابل مادي ها أنت جبتني على نقطة مهمة هنا في العالم المتحضر العالم المتقدم تلقى مشكلة في أنك تحصل حجز لمسرحية كبيرة لأوبرا كبيرة اللي هو يعني قبل فترة حتى وانت بتدفع أغلى التذاكر وأغلى القيم ينظر إلى العروض المجانية أنه ليست قياس إذا تقدمها بعض الدول وأنه إذا تم فرض سعر معين على الدخول هو هنيم قياس الالتزام هل تفتكر الآن بوجود البنية اكتمال تقريبا بنيات الثقافة في الكويت من خلال مركز جابر الأحمد الثقافي رحمة الله عليه ومركز عبدالله السالم الثقافي رحمة الله عليه أيضا و هل رح تلجأ الدولة إلى سلوب أن الواحد يروح وهو دافع التذكرة نعم أنا أعرف تماما بأن استراتيجية العمل في مركز جابر الأحمد الثقافي ستتبع النظم العالمية هذه بعرض برنامجها السنوي قبل فترة طويلة كافية وسيتم حجز المقاعد مدفوعة الثمن من خلال صفحة الانترنت للمركز جابر الأحمد وسيتم العمل بهذه السوية رح يكون عليه نفس الأقبال تفتكر أنا متأكد من أن إذا تم انتقاء عروض مناسبة تليق باسم مركز جابر الأحمد الثقافي سيكون أقبال وأقبال شديد حقيقة الناس بالكويت أبو خالد متعطشة للنشاط الثقافي والنشاط الثقافي الراقي متعطشة أيضا للنشاط الفني عندها استعداد على التواصل مع هذه الأنشطة إذا تم تقديمها بالشكل اللائق وتم أيضا تقديمها بهذه السوية العالية وبالتنسيق أيضا يعني عشان ما تكون عدة تنشطة في نفس الوقت إلى أي مدى في عندكم ترتيب مع إدارة مركز جابر الأحمد الثقافي لأن اللي عرفها بأن هي إدارة مستقلة تابعة للدوان الأميري بتكليف شركة أمريكية فإلى أي مدى رح تنسقون فيما بينكم الحقيقة في تنسيق كبير المجلس الوطني ممثل بشخص السيد الأمين العام للمجلس الوطني هو عضو في اللجنة التنفيذية لمركز جابر الأحمد الثقافي ومركز المغفور لعبد الله السالم الثقافي يشارك بوضع النشاط يشارك بوضع استراتيجيات أيضا هذا المركز فبالتالي المجلس ممثل أيضا المجلس سيقيم جزء كبير من أنشطة الثقافية من خلال مركز جابر الأحمد الثقافي وبالذات الأنشطة المفصلية منها على سبيل المثال تم الاتفاق على تقديم مهرجان السينما الأول من خلال مركز جابر الأحمد الثقافي جزئيات من مهرجان لغرين الثقافي في دورة القادمة ستنطلق من خلال مركز جابر الأحمد الثقافي بفضاءات المختلفة جزء من المؤتمرات التي يزمع المجلس الوطني الثقافي والعداء بإقامتها ستكون من خلال قاعة المؤتمرات في مركز جابر الأحمد الثقافي يعني مركز جابر الأحمد الثقافي إذن منح أو أتاح القاعدة أتاح البنية الأساسية للنشاط الثقافي في الكويت ولم يأتي لكي ينافس تكامل وليس منافسة بالتأكيد بالتأكيد يعني أنا مثل ما ذكرت حتى المؤسسات القطاع الخاص الحقيقة هناك نوع من التكامل في العمل مع المجلس الوطني للثقافة والفنون الأداب لأبراز قضاياها المركزية التي تعتبرها قضايا مركزية إذا كنا نتكلم مثلا عن موسط عبد العيس عود الباطين في كثير من أنشطاتها يتم التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفن الأداب بتقديم هذا النشاط المتخصص في مجال الشعر العربي ويستكمل دور المجلس الوطني للثقافة والفن الأداب الكويت الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية أنت بتقديرك إلى أي مدى استطعت كمسؤول واستطاعت الكويت أنها تقول للعالم نحن قمنا بالواجب فيما يتعلق فينا كعاصمة الدولة الإسلامية في النشاط الثقافي والمنتوج الثقافي يعني هذا يرجعنا إلى المنطلقات الأساسية اللي انطلقت منها الاحتفاء بالكويت كعاصمة للثقافة الإسلامية والتي حددناها بمجموعة أو ثلاث منطلقات أساسية المنطلق الأول كان هو تعديل صورة الإنسان المسلم على المستوى العالمي بعد أن نالها الكثير من التشويه بربطها بالإرهاب والتطرف والتخلف هذا واحد من المنطلقات كان المنطلق الآخر أيضا تقديم الكويت باعتبارها راعية لمنهج الوسطية ومنهج التسامح والقبول بالآخر وهذا تأتى من خلال ما قدمنا ضمن برامجنا في هذه الاحتفالية من عرض لآراء مختلفة في المؤتمرات في الندوات في أيضا الجوانب الفكرية المختلفة اللي عرضت خلال هذه الاحتفالية أيضا تقديم وجه الكويت باعتبارها راعية للعمل الإنساني لا سيما وقد تم تسمية الكويت كمركز للعمل الإنساني وتسمية حضرة صاحب السمو وحفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد كقائد للعمل الإنساني أيضا تم تسليط الضوء عليها خلال هذه الاحتفالية فبالتالي نكاد نكون لامسنا تحقيق هذه الأهداف اللي وضعتها الكويت لنفسها في إطار منطلقاتها للاحتفاء فيها كعاصمة للثقافة هل قاعدين تشغلون وفقا لأهداف تحدد كل سنة ولا ضمن استراتيجية شاملة للثقافة لا حقيقة نحن في المجلس الوطني نعمل وفق استراتيجية مدتها خمس سنوات قابلة للقياس قابلة للتقييم وأيضا محسوبة الخطة يتم تقييمها بين فترة وفترة شكذا حققنا من هذه الاستراتيجية وين تعثرنا شلون طريقة التغلب على هذه العثرات الاستراتيجية قطعنا منها حوالي سنتين ونحن بانتظار استكمالها للي نضع استراتيجية أخرى لسنوات قادمة نحن نعكف عليها الآن لوضع هذه الاستراتيجية الله يوفقكم إن شاء الله أنا سعدت بلقائك الأستاذ محمد الحسعوسي من عام المجلس الوطني المساعد لشؤون الثقافة ونتمننا لكم التوفيق ونحن سعيدين بكل ما طرحت عن نشاط بلدنا الثقافي شكرا لك أبو خالد وأرجو أن نكون خفيفين لأن الثقافة الحقيقة ثقيلة لا بس أنا متأكد أنك بتكون بطرحك خفيفا على السادة المشاهدين مثل ما أنا استمتعت شكرا لك شكرا حضرات المشاهدين بعد شكر الضيفي أشكر لكم متابعتكم ألقاكم في لقات الأخرى من برنامج مفكرة وإلى اللقاء